السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا جماعة. اهلا وسهلا بكم في الفيديو الجديد به. هعمل لكم غرزة البادي او البلوزة. اه اللي هي التركواز اللي انا منزلها في اول الفيديو. اه البطرول بتاعها يعني هو سهل مفوش اي حاجة جماعة. وانا هنا اشتغلتها اه اشتغلت الغرزة عدد الاسطر بتاعتها مرة اها. وهشتغل معاكم اه فيها من اول وجديد. اه الشكل الغرزة اهو بيتعمل من مضاعفات العدد اه تسعة وعشرين. هو البطرول اللي هينزل في الصورة من تسعة وعشرين غرزة. واربعتاشر سطر. والاسطر اللي فيها الشغل اللي هي اسطر فردية وموجودة البطرول بتاعها. اه الاسطر الفردية الواحد وتلاتة وخمسة وسبعة على غاية السطر التلاتاشر. الاسطر الزوجية في ضهر الشغل دي الغرزة من ضهر الشغل. اهي من ضهر الشغل العدل عدل والمقلوب مقلوب بس اللفات بعملها لو في لفة في وش الشغل. بعملها في ضهر الشغل عدلة مش هعملها مقلوبة. حلص يا جماعة. اهي. تلاتاشر سطر. وسطر الاربعتاشر ده بنعمله في ضهر الشغل ونبتدي نتكرر الغرزة من سطر واحد لتلاتاشر. اه وقلنا هي بتتعمل من مضاعفات العدد التسعة وعشرين. يعني هي متقسمة بصوا تحس ان هنا في النص ده من اول الاجور واجور وطلعة زي السبعة كده في غرزة في النص. لو عدت الغرز اللي في الاول دي هي نفسها الغرز اللي بعد كده بتتكرر اربعتاشر غرزة واربعتاشر غرزة. اربعتاشر اربعتاشر طبعين وعشرين. في غرزة في النص كده. اه دي الغرزة اه تعتبر التسعة وعشرين. يعني اربعتاشر اللي هنا زي الاربعتاشر اللي هنا. هنبدأ مع بعض وعريكم السطر الاول كده احوط tesعة وعشرين غرزة. يعني هي بتتعمل متقراط العدد تسع وعشرين. ا Lopez احوط التسعة وعشرين غرزة وابدأ معاكم من السطر الاول. افترض ان احنا حطناية تسعة وعشرين غرزة او مضاعفات يا جماعة تسعة وعشرين. يعني تسعة وعشرين في اتنين. يعني تمنيه وخمسين غرزة. على حسب الغرز عندنا. لازم تقبل على تسعة عشرين. تسعة عشرين في اتنين. تسعة عشرين في تلاتة. فده آآ اقل عدد يعني من الغرز ممكن تتعمل عليه التصميم ده. تسعة عشرين غرزة. افترض ان انا بتاعت من تحت انا افضلت ان اكمل على نموزج اللي عملته احسن. عشان تبين الغرزة فوق بعضها. كده بدلا وابدأ مستطري الاول. طبعا طريقة وضع الغرز. آآ انا شرحتها في فيديو هات كتير. آآ وانا نويا يا جماعة اعمل سلسلة كمان للمبتدئين. عايزة رأيوكو ايه? اه انا قلت يا جماعة بس اتأخرت. اعمل سلسلة من الفيديوهات تانية اللي آآ المبتدئين اللي بدئين من الصفر خالص يتعلموا. افترض ان احطيت تسعة عشرين وهبدأ من السطر الاول. ونشوف البطرون مع بعض بتاع الغرزة آآ بيكون ايه في السطر الاول. البطرون السطر الاول يا جماعة هيكون زي ما انتم شايفين من تحت كده. هنا. لكن هو البطرون هي بقصاتكم. آآ وهو محتوط يعني ما فيوش اي حاجة. آآ رمز غرزتان عدلين في الاول. يعني اجزاء اللي في الجناب دي. رمزتان عدلين هنا. غرزتان عدلين في الاخر التصميم. وبعدين فيه اتنين مقلوبين. وبعدين عدل مقلوب. عدل مقلوب. عدل مقلوب. عدل مقلوبين. وبنكرر تاني اللي حصل هنا هنكرره هنا. عدل مقلوب. عدل مقلوب. عدل مقلوب. شفتوا كم واحدة? واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة مرات عدل مقلوب. وعن اتنين مقلوبين. وعن اتنين عدلين في نهاية السطر. فهنمشي اهو. هنمشي اتنين عدلين. نبتدي الشعر. سطر الاول. البطرون هيكون قصادكم. اتنين عدلين. والرموز اللي في البطرون الغرزة العدلة معمولة شرطة رأسية. ايه? الغرزة المقلوبة شرطة افقية زعلامة الطرح. وما فيش اي حاجة غير كده في السطر الاول. وفي دهر الشعر هنشتغلها بالسطر التاني العدل العدل والمقلوبة هشوفها مقلوبة. هشتغلها مقلوبة. طبعا الغرزة العدلة في الشعر هيبقى ظهرها مقلوبة. المقلوبة في ظهر الشعر يبقى تتعلم العدلة في ظهر الشعر. ده حاجة يعني ايه? يبقى اتنين عدلين. اهو طح. اتنين مقلوبين. بعدين عدلة واحدة عدلة واحدة مقلوبة واحدة عدلة وورزة مقلوبة. كم مرة? واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس مرات عدل مقلوبة. اهي. عدلة مقلوبة. اتنين تلاتة اربعة. خمس مرات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خم اربعة. عدل تاني مقلوبة كم مرة. مقلوبة. اهو. بصوا ايه مع الشعر. ده التطبيق اهو. لو بصتوا في البطرون هتلاقوا اهو. عدل المقلوبة كم مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبعدين كده الاربعتاشر غرزة نعدهم اهم. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر. وبعدين الغرزة اللي في النص مقلوبة. ونكرر تاني اللي بقى كده واحنا جايين كده بالعكس. مقلوب تاني. بعدين. ادي عشان يبقوا التلاتة مقلوبين في النص اهم. عدل. مقلوب. عدل. مقلوب. عدل. كم مرة انا قلنا? خمس مرات. اهم. تلاتة مقلوبين في النص بعد. عدل مقلوبة. كم مرة? عدل مقلوبة. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. نمس مرات عدل مقلوب. اهو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. تلاتة. اربعة. عدل تاني. وبعدين اتنين مقلوبين. ادي اخذ اربعة ورز. اتنين مقلوبين. واخر غرزتان عدلين زي ما ابتدين السطر. دول دايما في الاول وفي الاخر اتنين عدلين. لهم بعملنا العمود ده. شايفين? تشكيل العمود ده. اتنين عدلين على طول في الاول واتنين عدلين في الاخر. ده السطر الاول. يا رب تكونوا فهمتوا البطرون واضح. عازم يكون البطرون قصاد. ضغر الشغل. الغرزة المقلوبة. شايفها مقلوبة? هشتغلها مقلوبة. الغرزة اللي شكلها عدلة هشتغلها عدلة. انا هشتغل السطر التاني وارجع لك عشان نعمل السطر التالت ومشي الشغل. ابدأ يا جماعة بقى السطر التالت. هنبدأ على طول زي ما قلنا فيه غرزتين عدلين على طول في اول السطر وغرزتين عدلين في اخر السطر. اللي بيعملونا العمود ده البارز ده. طيب اتنين عدلين في اه بصوا انا كتب البطرون هنا. اه الشرطة دي البطرون الشرطة دي يعني غرزة مقلوبة. والشرطة العمود دي يعني الغرزة العدلة. والدايلة لفها. وده هياخدهم اتنين عدل مع بعض. هنشوف مع بعض. هنا اهو اتنين عدلين. بعدين واحدة مقلوبة. اللي هي الشرطة اللي زي علامة الطرح وبعدين لفت خيط وغرزة مقلوبة. طب لو انا هعمل اعيز اعمل لفت خيط وبعدين اللي بعدها مقلوبة اعمل ايه? اعمل الخيط هو فوقه. اروح لفاكة ممرة كده من تحت الابرة وامطلعه عشان اعمل لفة كده عملت لفة وغرزة مقلوبة. بعد كده يبقى اعملنا غرزة مقلوبة ولفة وغرزة مقلوبة. في غرزة عدلة. وبعدين غرزة مقلوبة. وبعدين الشرطة المايلة لناخت الشمال اللي هي هوريكو شكلها انا رسمها على الورقة. لانه مش عارفة اصور البطرون تاني اللي هي الشرطة المايلة دي. دي. هعملها ازاي? هنزل الخطلة على اسلة الاولى دي. وبعدين اشتغل التانية عدل. وقلب المسلوطة عليها. اهو. بالطريقة دي مش عارفة انا ايدي بعدتها عن الكاميرا ولا ايه. شفتوها باشتغل غرزة عدلة. آآ بسلة الاولى مغير شغل. باشتغل بعدها عدل واقلب المسلوطة عليها. بعدين في العلامة اللي هي بصوا دي. هناخدها ازاي? هما دول اتنين عدلين مع بعض. بس هو رسمها فيها نقطة على اسلة ليه? لان في غرزة عدلة وغرزة مقلوبة. فهناخدهم الاتنين مع بعض عدل. اهو. هتلاقي منظرهم مالوش مال. طيب. ده الرمز ده خلاص خلصنا منه الرمز. الرمز اللي هو انا رسميه. ده شفتو عملنا ازاي? والرمز ده عملنا ازاي? ما فيش اي مشكلة. بعد كده فيه غرزة عدلة. البطرون بيقول لي ان فيه غرزة عدلة. وغرزة مقلوبة. مقلوبة. بعدين فيه لفة خيط. انا انا مانشي المطرون بس اراجع البطرون. يعني عدل مقلوب عدل مقلوب. بعد بقى خدت عملت اللي هو الاتنين دول. عدل مقلوب عدل مقلوب. لفة خيط ومقلوبة اللي هي في السنتر ديلي في المطر. لفة خيط الخيط. والغرزة اللي في النص اهي دي. باخدها مقلوبة. كده الاربعتاشر غرزة اشتغلتهم. ببتدي تاني بعد الغرزة المقلوبة اللي في النص هنعمل ببرض لفة خيط وغرزة مقلوبة. هادي لفة الخيط وغرزة مقلوبة. ما هو الا تكرار لده بس هو انا رجع كده. بعدين غرزة عدلة. مقلوبة. بعدين آآ بصوا هو عامل الرمز اللي هو العلمة الميلة وفيها تحتها نقطة ليه? لان غرزة مقلوبة وغرزة عدلة هاخدهم اتنين عدل مع بعض. بعدين في اتنين عدلين. وهم الاتنين دول هاخدهم اتنين برضو مع بعض. بعدين في ورزة مقلوبة. ورزة عدلة. ورزة مقلوبة. لفة خيط وغرزة مقلوبة. لفة خيط وغرزة مقلوبة. واخر ورزتين. كده السطر التالت. يا رب تكونوا فمتوا معايا. عملنا السطر التالت. بالطريقة دي. تبطيدي التصميم اهو. زي اللي انا عملت ده هيطلع تاني في النص هنا. يعملنا السبعة دي. يبقى عندنا كم اجورة واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كده السطر التالت خالص. هعمل الرابع وارجع اعمل لكم الخامس فيش الشول. اشتغلت السطر الرابع زي ما قلت لكم في دهر الشول. وعملت اللفة في دهر الشول. عملتها عدلة. ليه? عشان تطلع لنا. بصوا هنا. ورز مقلوبة اهي. مكان اللفات. ورز مقلوبة. يبقى في دهر الشول عملناها عدلة. نبدأ بقى السطر الخامس. والسطر الخامس هنبدأ وبالتنين العدلين في الاول وفي الاخر. عم. غرزتين عدلين. على طول معنا. غرزتين عدلين في اخر سطر على طول معنا. كل البطرون اتنين عدلين في الاول وفي الاخر. اه بعد كده هنعمل ايه? هنعمل. ده السطر يا معا الخامس. هنعمل غرزتين مقلوبين. لفة خيط وغرزة مقلوبة. بعدين. آآ هناخد آآ الاتنين دول عدلين. بس مش هناخدهم كده بالطريقة دي. عايدين هم يبقوا ميلين الشرط اللي هي ميلة شمال. بناخدها بطريقتين. معرفتين المبتدئين. يا اما هناخدها. ناخدهم الاتنين مع بعض ملفة الخلفية. يا اما ناخدهم بطريقة تانية. سلت. وبعدين نشتغل التانية. نقلب المسلوطة عليها. اهي. وفي طريقة كمان تالت هورها لكم. اللي هي سلت سلت. وبعدين عدل. هي الرمز بتاعها سليب سليب نتا. اهي سلت سلت. اشتغلهم بالطريقة دي. يبقى بيتعاملوا بكزة طريقة. اهو. خلاص. اشتغلناها بعد كده. الرمز اللي هو شرطة ميلة يمين وتحتها النقطة الموجودة دي. دي معناها اتنين عدل مع بعض. اهو اتنين عدل مع بعض. بصوا ما قالوا كده ناحية اللي ميل. بعد كده واحدة عدلة. واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. غرزة مقلوبة. لفة واحدة مقلوبة. لفة واحدة مقلوبة. كده الاربعتاشر غرزة. خلصوا بنوصل المقلوبة دي اللي هي في السنتر هنا في النص ما بين الاربعتاشر والاربعتاشر. ولازم تتأكدوا برضو كل شوية تعدوا الورشة ما تزيدش ولا تنقص معاكم. بعد كده غرزة مقلوبة. وتكرا اللي حصل هنا بس بنمشيه من ناحية دي لناحية دي. اهي واحدة مقلوبة. عندنا تلاتة مقلوبين في النص اهو. وبعدين لفة واحدة مقلوبة. و. غرزة عدلة. غرزة مقلوبة. غرزة عدلة. غرزة مقلوبة. غرزة لا مش. انا كده زودت. هراجع تاني. تلاتة في النص مقلوبين اهم. ولفة. ومقلوب. واحدة عدل. واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. بعد اللفة. مقلوب عدل. مقلوب عدل. مقلوب عدل. خلاص عملناهم. بعد كده اثنين دول عدلين مع بعض. كمان مرة اثنين دول مع بعض. مقلوب. لفة. واحدة مقلوبة. واللي بعدها مقلوبة. واللي اتنين اللي في الآخر عدلين. كده البطرون بتاع السطر الخامس خلص. اشتغل السادس في ضهر الشغل وارجع نعمل السابق. يارب بيكون واضح معاكم البطرون اللي منفزه ده. هعمل معاكم السطر السادس في ضهر الشغل. يبقى مرة عملت في ضهر الشغل كمان هو عشان اوريكم اللفة بعملها عدلة ازاي? هنشتغل. اثنين مقلوبين. دول اللي كانوا عدلين في اول وش الشغل. زي ما بقى اشوف الغرس. عدلة هشتغلها عدلة. عدلة. اللفة همشو بص اللفة اهي. اللفة هشتغلها عدلة. عشان تبقى في وش الشغل مقلوبة. عدلة. دول مقلوبين هنشتغلها عدلة. اللفة هشتغلها عدلة. 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 عرزة عدلة. اللفة هشتغلها عدلة. اهي. يا عرزة عدلة. يا عرزة مقلوبة. اهي. يا عرزة عدلة. يا عرزة مقلوبة. 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 عدلة. شفتوا مشكلة عاملة ازاي. مكان اللفة اهي. هشتغلها عدلة. اللي بعدها عدلة. عدلة. اتنين مقلوبين في اللفة. ده السطر ايه? السيدس في دهر الشغل عملتلكم سطر اهو. نشتغل بقى بعض السابع بقى. السطر السابع يا جماعة عصادي. هو ايه? فيه اتنين علين. بعدين اربعة مقلوبين. الاربعة ورز اللي جن دول مقلوبين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. واركوا شكل البطرون اللي كتبه في السطر الرابعة. اعملوا ايه? البطرون السطر الرابعة. اهو يا جماعة ده. اتنين عدلين. اربعة مقلوبين. اتنين عدل معا. عدل. مقلوب. عدل. مقلوب. لفة. بصوا كم وارزة مقلوبين في النص خمسة. لفة. مقلوب. عدل. مقلوب. عدل. اتنين مع بعض عدل. اربعة مقلوب. اتنين عدل. هشتغلوا معاكو اهو. اعملنا الاربعة مقلوبين. اتنين عدل مع بعض. عدل. مقلوبة. عدل. مقلوبة. هشتغلنا اربعة مقلوبين. امشي تانين. اربعة مقلوبين. نعدل مع بعض. واحدة عدلة. واحدة مقلوبة. واحدة عدل. واحدة مقلوبة. لفة. وايه? خمسة مقلوبين في النص. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ونكرر اللي حصل هنا تاني. لفة واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. اتنين عدل مع بعض. اربعة مقلوبين. اتنين. تلاتة. اربعة. واتنين عدلين في اخر السطر. كده السطر السابع خلص. هشتغل التامن وارجع لكم نعمل التاسع. افتغل السطر التاسع. وابدأوا بالاتنين نادلين. تلاتة مقلوبين. واحد. اتنين. تلاتة. بصوا. ناخدوا المقلوبة والعدلة مع بعض. ده الرمز اللي هو شرطة وتحتها النقطة. بعدين. واحدة عدلة واحدة مقلوبة. عدل. مقلوبة. عدل. مقلوبة. نفت خيط وتلاتة مقلوبين. نفت خيط هنا وتلاتة مقلوبين. واحد. اتنين. تلاتة. بعدين. اللي في النص المقلوبة اهي. وبعدين نفس البطرون بسي بالعكس. ما اللي بتديه من هنا هم بتديه من هنا. يعني تلاتة مقلوبين. يبتدي البطرون يعني يوضح معيك وتاخدوا بالكو اي غلطة. اهو تلاتة مقلوبين. بحيث يبقى عندنا في النص سبعة مقلوبين. واحدة اتنين تلاتة اربعة وخمسة سبعة هم. بعد كده لفت خيط. واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. واحدة مقلوبة. بعدين. بصوا الاتنين دول العدلة. والعدلة. استنى بس انا ارجع. بقى عندنا. اللي في النص اهي. وثلاثة مقلوبين. واللفة. واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. واحدة مقلوبة. لسا في واحدة عدلة. بعضين. اتنين العدلة والمقلوبة هناخدهم مع بعض. وبعدين تلاتة مقلوبين. واتنين عدلين. اهو. هاخد دول مع بعض. وبعدين. تلاتة مقلوبين زي ما بدأنا كان في الاول. وبعدين اتنين اللي في الاخر عدلين. يبقى ده بطرون السطر التاسع. مش تغل العشر في ضهر الشوء. هرجع نعمل الحداشر. ويبقى الناشق الى التلاتاشر. فاضل سطرين في قش الشوء. الغرزة شفتوا يا جماعة اهي. بدأت توضح اهي. نبدأ بقى السطر الحداشر. ويبرضو الاتنين العدلين معانا. في الاول. اتنين مقلوبين. واحد اتنين. بعد كده الغرزة المقلوبة وغرزة العدلة. اشتغلهم اتنين عدل مع بعض. بعدين غرزة عدلة. غرزة مقلوبة. لفة خيط. واربع غلاز مقلوبين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. كده الاربعتاشر غرزة. اتنين. اربعة ستة تمانية. عشرة اتناشر. اربعة اتنين. مقلوبة برضو في النص. بعدين اربعة مقلوبين تاني. اتنين. تلاتة. اربعة. بحس يبقى في تسعة مقلوبين في النص. بعدين. لفت خيط. واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. غرزة مقلوبة. فرزة عدلة. العدلة والمقلوبة مع بعض. بيتاخدوا برضو مع بعض. هم تقريبا يعني بيجيبوا المقلوبة قدام قبل العدلة. بعدين يرجعوا يروحوا واخدينهم مع بعض كده. اهو. بعدين اتنين مقلوبين. واتنين قدلين في اخر السطر. هو مفيش فرق يا جماعة يعني هو. المهم المقلوبة والعدلة يتضموا مع بعض في غرزة واحدة. ليه? عشان احنا عملنا لفات وراز زيادة فبنعمل تنقيس. كده السطر الحد عشر هنعمل اتناشر في في دهر الشعر. ونيجي نعمل اخر سطر اللي هو التلات عشر. خلصت الاتناشر في دهر الشعر وهاجي هعمل التلات عشر اللي هو اخر سطر. مفخوش اي حاجة برضو الغرز اتنين عدلين. زي ما احنا ماشيين. واحدة بس مقلوبة. والمقلوبة والعدلة باخدوا اتنين عدلين مع بعض. بعدين واحدة عدلة. دولة ازبان اصاد. واحدة مقلوبة اهي. واحدة عدلة. واحدة مقلوبة. لفة خيط. وخمسة مقلوبين. تلاتة. وبعا. خمسة. واحدة في النص مقلوبة. بقوا برضو الخمسة تاني. بحس يعني يبقى احد عشر كلها. اللي في النص حداشر وارزة مقلوبة. نعدي كده. حداشر واحدة مقلوبة. بعد اللف. واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة سبعة تمانية. تسعة عشرة حداشر. بعدين لفة خيط واحدة مقلوبة. رقا حصل غلط. لفة خيط مقلوب بعد درجة تاني الغرز. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعة عشرة. ودي اللي في النص. وبعدين خمسة مقلوبين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في واحدة ازيادة. ايوة المقلوبة دي عملتها زيادة. ولفة خيط. بعدين المقلوبة. وبعدين واحدة عدلة. واحدة مقلوبة. واحدة عدلة. العدلة والمقلوبة. هناخدهم مع بعض. واحدة مقلوبة. والاتنين العدلين. كده استاخر سطر يا جماعة. لهو السطر التلاتاشر نشتعل اربعة عشرة ونبدأ من السطر الاول تاني. وكده شكل الغرزة ابتدى يتضح اهو. انا نسيت اقول لكم بقى ان الجزء الاولاني في البلوزة من تحت البلسي. ده اسمه بلسيز زجزاج. وانا عاملاها قبل كده في فيديو حطوكم الرابط بتاع الفيديو. اه في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. عشان تعرفوا تشتغلوا البلوزة دي. يعني جزء الاولاني البلسي بلسيز زجزاج. وبعدين تبدأ في الغرزة دي. في صديقة آآ 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 لاتلي انا عايزة اتعملها عايزة اتعرف تعمل البلوزة دي بس بشكل دائري مقفول على القبر الدائرية. الاول لو هي بتعرف تشتغل القبر الدائرية هيبقى سهله خالص. هتشتغل مش هيبقى فيه السطر اللي هو التاني اللي في ده الشغل ده. هي هتبتدي تمشي على البطرون وتعمل اللفات والسطر التاني بس اللفات الخيط مش هتبقى كل مرة. سطر اه وسطر لأ. وتشتغل الغرزة العدلة هتبقى عدلة على طول. يعني مفيش مقلوبة عدل. فاهمين? يعني الغرزة العدلة دي عشان تطلع في كل الاسطر هي عدلة. في الدوائر اللي بتمشي فيها. وعشان تعمل الغرزة المقلوبة دي هدنها على طول تعملها بالشكل المقلوبة. لفوق. الخيط لفوق يعني. ولفة الخيط مش هتتعملها كل الاسطر. يعني كل ما تلاقي البطرون سطر اه وسطر لأ. يا رب يكون مفهومة الغرزة. ما تنسوش بالاو عجبكم الفيديو وتضغطوا على لايك. واللي ما اشتركش يضغط على سبسكرايب. واللي يعجبه الفيديو كمان يعمله شير. عشان الجميع يستفيدوا مع السلامة. نتقابل الفيديو جديد ان شاء الله.